بعد المباراة جوزيجو ميز المدير الفني لنادي الزمالكة له تصريحات قال ان كان فيه سببين ما خلوناش نكسب النهاردة اول سبب ان الفريق في الشوت الاول منفس طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الامسل والسبب التاني ان الفريق ما استغلش الفرص اللي حصل عليها في الشوت التاني وقال ان احنا حاليا بين الشوتين وامامنا 90 دقيقة في لقاء العودة لازم نعمل اقصى جهد ممكن عشان نحقق الفوز هناك في غانا وانا كنت بتمنى ان الفريق يكون مكتمل بتواجد مصطفى زيزو احمد مصطفى زيزو عمر جابر وحمد فتوح لكن احنا كنا قدرنا نكسب الاهلي من غير زيزو في المباراة الماضية لما تصعب يعني وقال الفريق حقق الفوز في القمة لما اللعبة قدت اقصى مجهود ممكن كلم على مباراة العودة وقال مباراة العودة هتكون مختلفة من الناحية التكتيكية على شأن المنافس هيخد المباراة بشكل هجومي اكبر هو كان في مباراة اليوم كان بيلعب بشكل دفاعي وقال ان احنا دلوقتي مضطرين نسجل في مباراة الاياب عشان نحسم التأهل في غانا وقال هنحاول نتعود على الاجواء في غانا وارضية الملعب اللي هتكون مختلفة عن الارضية اللي بنلعب فيها في مصر وقال ان الزمالك النهاردة ملعبش بتلات مهاجمين منذ بداية الشوت التاني ولعبنا بطريقة مختلفة واهضرنا العديد من الفرص السهلة خاصة في الشوت التاني كلم على اللاعبين المصابين وقال ان طبيب الفريق هو اللي يحدد امكانية مشاركتهم في التدريبات اللي جاية من عدمها وقال بتمنى ان احنا استعيد جميع اللاعبين المصابين تكلم على مشكلة كبيرة بتواجه الزمالك وقال انه في مباراة العودة نجيلة ملعب اللقاء هي اللي ممكن تدايقنا شوية ملعب فريق دريمز الغاني ده بالنسبة لجوزي جوميز عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني قال انا سعيد جدا بالتعادل مع نادي الزمالك وكنت بسعى لتحقيق هدفين من المباراة اما التعادل او الفوز منطقي جدا وقال ان انا نجحت في تحقيق احدهما قال مباراة العودة هتكون اكثر صعوبة علشان الفريقين هيلعبوا بطريقة مفتوحة ولازم نركز اكتر كمان في المباراة اللي جاية قال ان غياب زيزو عن المباراة مش مسئوليتنا وخطتنا كانت واضحة سواء لعب زيزو مع الزمالك ام لا وقال ان اللاعب وقال انه يلعب قدامنا في مباراة غانا مباراة العودة وده مش هيمثله مشكلة قال ان مفيش مدرب في العالم بيوجه لعابيه لإهضار الوقت لما اتساعل على فكرة إهضار الوقت وقال لما طلبتش من اللعبة ان هم يهدروا الوقت اثناء المباراة هما ممكن يكونوا عاملوا كده بسبب الإجهاد اللي تعرضوا ليه خلال اللقاء بالمناسبة